ومعنا الأستاذ عبير من البحيرة أي من الجيزة أستاذ عبير السلام عليكم وعليكم سلامة ونحط لبركاته تفضل لي أستاذ عبير حضرتك أنا متجوزة بألسة ونص دلوقتي وكان قبل ما اتجوز يعني بفترة كده مامتي دعت علي دعوة كده فبصراحة حسا يعني زي ما تقول انت حققت يعني وكده معاني أنا مكنتش مأثرة معها في حاجة بس اللو حصل خلافات بس بسبب العريس دوت ودعت علي دعوة كده فيعني أنا فعلا حسا كده في السنة ونص دي مش مرتاحة أبدا وما شفتش يوم راحة معجوزة رغم أن أنا والله يا ربنا اللي يعلم أنا ماشي مع ابن ويرضي الله بس أنا مش مرتاحة أبدا وخلافات دايما ومش عارفة أطلق ولا عارفة أكمل يا ربي هدي بالك بس ستة عبير بص يا ستة عبير انت عبير ففي حالة من حالات الخفة كده زي النسمة هدي بالك بس يا ستة عبير بص يا عبير أنا عايز أسألك سؤال بستاذ عبير انت الكلام دوت انت طبعا كنت متجوزة وانت خايفة من الجواز صح؟ أنا لا ما كنتش خايفة والله أنا بس أحب يعني أنا قبل ما اتجاوز كده يعني اللي هو قلت مثلا هخف الحملة عن أهلي شوية يعني اللي هو خلاص كبيرت مثلا يعني فأنا عايز أخف عنهم الحملة شوية طيب ولكن ما كنتش خايفة ان زواجك ده ما يكونش بيحقق لك هدافك العاطفية مثلا؟ لا أنا قلت واحد هيرعى ربنا فيها ويتقي الله فيها وخلاص يعني وخلاص هو مش عايز حاجة داني وخلاص طيب بص يا ستة عبير إذا كان برضو نفس الكلام اللي كنت بقوله لمحمد شوية هل ده متكرر؟ يعني ده بيتكرر عندك إن انت الخف ده وبيتكرر عندك إحساسك بإن الديء وإن الحياة مش مناسبة قد لا تكون ده لي علاقة بالظرف اللي انت فيه قد يكون لا لي علاقة بالكيفية تلقيخي للأحداث فالإنسان إذا كان منشرح الصدر وإذا كان هو زي ما رسول الله قال للمرأة اسبر يا مرأة لأن الإنسان بالصبر بتتغير نظرته للحياة فأنت دلوقتي أنا بقولك ببساطة خالص أنت لا تتوقفي عندما يحدث وفديدي فيه طريقة فيها مصارحة ومقاربة من جوزك وكلميه عن إنك أنت قد إيه عايزة تعيش معاه في سعادة وفهنة وأنت مستعدية إن انتو الاثنين توصلوا إلى منطقة تساعدكم انتو الاثنين وتكلمي معاه وتكلمي معاه مش كلام مليان لوم وانتقاد لكن تكلمي معاه كلام مليان حب وإن أنت محتاجة إن أنت تعيش معاه حياة سعيدة وهو لما يجي يقولك أنت اللي عملت كده وانت اللي دايماً بتنقضي وانت اللي دايماً بتلومي وانت اللي ما بتريحيش وانت اللي بتكلمي اسمعيه ما جايز بيقولك حاجات تكون لها أثر إيجابي في حياتكم مع بعض فاسمعيه وحاولي ببساطة خالص إن انت تديري حوار معاه لأن انت ما قلت ليش لغاية دلوقتي شيء غير إن انت حاسة إن تعبك وواجعك ده جاي من دعوة لأمك أنا بقولك الحقيقة حتى لو كانت دي جاي من دعوة لأمك فالله سبحانه وتعالى مش بيجعل دعوات الأمهات هي اللي بتحضي المصير للعباد لا خالص إنت لو أقبلت على الله وتيقنتي هيقابل دعوة أمك لو كانت حتى الله سبحانه وتعالى استجاب لها هيقابلها إيه أنا عنده ظني عبدي بي وإزايك أنت استبشري وخليك في حالة فرق في حالة الاستبشار والأمل إن الفرق جاي وحاولي زي ما قلت لك تتحوري مع زوجك تاني حاجة تستمري في فعل الخير فعل الخير لزوجك تالت حاجة إن أنت تحاولي تهتمي بالبيت وتهتمي بكل مفردات حياتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب الفرق وزيوال الهم من أقرب طريق أقرب مما حدث تتصوري خلاص إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل فتوكري على الله وإن شاء الله ربنا هيصرف عنك الغم والهم